هدية الرئيس للمعاشات فرمان رئاسي يشعل الفرحة بقلوب أصحاب المعاشات اعرف التفاصيل اهلا بكم مع فيديو جديد وخبر جديد يخص أصحاب المعاشات ادعوكم من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك المعاشات الاجتماعية هي من أولويات الحكومة المصرية الذي وافق مجلس النواب على إجراء تعديلات هم على قنون المعاشات لقي يضمن حقوق أصحاب المعاشات ومن أهم وأبرز هذه التعديلات المادة 35 والتي تنصى لحق أصحاب المعاشات في زيادة سنوية يتم صرفها مع معاشات شهر يولو من كل عام بنسبة أصل إلى 20% وهلا تزيد تلك الزيادة عن الحد الأعلى لأجر الاشتراك التيمين الشري المؤمن عليه وسوف نتعرف على هم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص أصحاب المعاشات فرمان هامي من التيمينية لأصحاب المعاشات بدأت وزارة التضامن الاجتماعي منذ يومين وتحديداً يوم الجمعة صرف معاشات شهر يولو 2022 وزلك في العادي من منافس صرف المعاشات التي توفرها الوزارة بالرغم من كون وعطلة أسبوعية ولكن الدكتورة نيفينا كباج أصدرت عمرها بفتح جميع فروع بنك ناصر لصرف معاشات شهر يولو حتى تمكن أصحاب المعاشات من شراء متطلباتهم قبل حلول عيد العطحة وكان أصحاب المعاشات يعملون في صرف زيادة السنائية هذا الشهر بمنسابة الاعتفال بعيد العطحة المبارك ولكن تم رفض هذا الطلب من قبل الحكومة بسبب صرف هذه الزيادة السنوية التي ينص علىها قانون المعاشات الجديدة 2022 وخاصة المادة 35 في شهر أبريل قبل حلول عيد الفتحة المبارك الزيادة السنوية التي ينص علىها قانون المعاشات الجديدة 2022 جاء التعديلات قانون التيمينات والمعاشات الجديدة 2022 على المادة 35 والتي تنص على وجوب زيادة السنوية على قيمة المعاش وهذه الزيادة هي الفاض من أرباح الهياء القومية للتيمين الاجتماعي يتم صرفها كزيادة سنوية كل عام من شهر يولو وهذا العام تم صرف الزيادة بلغت 13% من قيمة المعاش فمسلا كان معاشه قبل الزيادة 1000 جنيه سيصبح بعد الزيادة 1130 جنيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر